نروح للسلة بقى وبدأ ان زي بدء كده هبتدي كلامي انا لا بحب بقصة التحكيم ولا بحب بقصة الشمعات ما بحبش ده وبشوف انه اي فريق في اي رياضة في الدنيا قادر انه حتى لو التحكيم ويقف ضده او اخد موقف عن قصد او بدون قصد يعني في بعض الاوقات الحكم بيبقى بدون قصده ليه بعض القرارات السلبية اللي ممكن تأثر على نتيجة مباراة بس بدون قصد قصور في المستوى الفني مشاكل في التمركز عيني ما جابتش يعني مع الفار ما شافش بس بيبقى بحسن نية يعني لكن في بعض الاوقات تانية بتبقى فيه سوق نية مبيتها يعني لما تلاقيك خطأ ورا خطأ ورا خطأ يتكرر لما تلاقي الحكم ده لعب معاك مطشين تلاتة قبل كده وما كانش احسن حاجة في الدنيا ولما يتم الاعلان عن اسم الحكم ده مرة تانية في مباراة في منطقة الاهمية وتتحفز انت حتى من قبل المباراة ما تبتدي على اسم الحكم هنا لازم يكون فيه وقفة بس هارجع تاني واقول والكلام ده يمكن كمان مهمة اوي احنا نبتدي الموسم ده في افريقيا وفي مصر شانوارد جدا جدا انه فيه ناس تحط لك المطبط الصعبة في طريقة وارد جدا 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 انك تلاقي التحكيم مش في احسن حالاته لانه مش هتحصل التفرة مرة واحدة يعني حتى مع وجود كلاتنبرج انا مش متوقع انه يبقى فيه نقلة نوعية مش هنتحول 180 درج ممكن تبقى فيه بعض المشكلات الموجودة من التحكيم فمراهنش هنقف الباب ده على نفسي حتى وان كان التحكيم يعني مش في احسن حالاته انا مراهنش وده يمكن حصل في مباراة البسكت النهائي طبعا البطولة العربية بين الكويت الكويتي وبين الاهلي المصري وانا اجيب لكم لقطة بس لقطة صغيرة كده لقطة كانت كفيلة بتغيير مصار بطولة يعني هنا طبعا ده اشتراك مع البسكت ما بيحصلش فيه الحاجات دي النوع ده من الاعتداء ما بيحصلش في ملاعب البسكت يعني 95% من الفاولز اللي بتحصل فيه ملاعب البسكت بيبقى نتيجة التحامات بغير مقصودة لكن الفاول اللي فيه عنف بشكل مباشر زي ده ما بيتكررش كتير في ملاعب البسكت وده اسمها المخالفة دي اسمها سلوك غير رياضي الخطأ ده اسمه سلوك غير رياضي في قواعد لعبة البسكت لعبة السلة بتقول ايه انه نتيجة الخطأ ده يبقى فيه رميتين واستحواز المشكلة بقى يعني المشكلة سيبك بقى من فكرة انه الاتنين بسكت دول او رميتين دول يخلصوا لك المباراة القصة بقى انه يتحسف فاول على ايهاب قمين في اللعبة دي الدعاء التمثيل وبالتالي انت مش بس بكتفتش بانك انت تحسب لي الفاول اللي هو حقي واللي واضح زي ما حضراتكم شايفين يعني لو فيه عشرة بيتفرجوا على الكرة دي منهم عشرة هيقولوا ان الكرة دي فاول للأهل لكن حكم المباراة هو الوحيد اللي شافها انه ايهاب قمين هنا بيدعي التمثيل وانه لم يتعرض لاعتداء من اللعب الكويتي الكويتي وبالتالي حسبها فاول على ايهاب وبالمناسبة ده كان الفاول الخامس طبعا ايهاب انت عارفين او يعني جمهور الباسكت عارف ايهاب قمين ايه وعارف امكانياته وعارف اهميته في الملعب ايه وبالتالي كان الخطأ الخامس ايهاب قمين فتم استبعاده كلها حاجات تصير الشكوك يعني الحقيقة وانا في النهاية برضو ما بحبش علق خسارة لقب على خطأ تحكيمي لانه ده دايما وارد لكن ده حق النادي الاهلي بس فانا حبيت ان انا اشير لي لكن في النهاية المطش كان بتاعنا والمطش كان في ادينا وكان ممكن حتى مع وجود الاخطاء التحكمية دي بممتاز سهولة نحافظ على تقدمنا وننهي المباراة صالحنا ونرجع بلقب احنا كنا حاملين ليه طبعا في بطولة الدولة العربية الاخيرة في اسكندرية لكن قدر الله ومشاء افعل